تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين الكرام إلى عدم السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة تايلند وجمهورية سنغافورة ومملكة ماليزيا وجمهورية كوريا الجنوبية نظرا لتفشي مرض فيروس كورونا في الدول المذكورة وأضافت الوزارة أن المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من تلك الدول سيكونون خاضعين لفحوصات طبية أو حجر طبي فور عودتهم من الدول المذكورة حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين وبينت وزارة الخارجية أنه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة فقد تم تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية المتخذة بمنع دخول القادمين من تلك الدول المذكورة خلال 14 يوما السابق لتاريخ وصولهم إلى المملكة واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من هذه الدول بحسب الإجراءات الطبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية اشتركوا في القناة